السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحييك برئي لكم رئاسة الهجرة على ادعاءات بولود 7 ملايين سوري في تركيا عارية عن الصحة أصدرت رئاسة الهجرة تركيا بيانا رسميا نددت فيه بالادعاءات غير الصحيحة التي تم تداولها في إحدى البرامج التلفزيونية حول عدد الأجانب في تركيا وأكد البيان أن هذه الأرقام لا تمثل الحقيقة بصلة وأوضح البيان الذي ترجمته موقع تركيا بالعربي أن عدد الأجانب الذين يقيمونه بشكل قانوني يبلغ 4.425.230 شخصا موزعين 3.99.524 سوري تحت الحماية المؤقتة 221.353 أجنبي تحت الحماية الدولية 1.104.353 أجنبي بإقامة قانونية وشددت الرئاسة على أن الادعاءات بوجود 7 ملايين سوري و13 ملايين أجنبي في تركيا غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق وأشار البيان إلى أن نشر هذه المعلومة المضللة لا يتماشى مع حسن النية ويهدف إلى التضليل وأكدت رئاسة الهجرة أن أرقامها التي يتم تحديسها بانتظام ونشرها بشفافية على موقعها الإلكترونية تستند إلى مصادر موسوقة مثل بيانات الأمم المتحدة واختتم البيان بدعوة وسالة الأعلام إلى توخي الدقة والتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية ترجمة نانسي قنقر